ترجمة نانسي قنقر وفي هذا السياق أكدت السيدة نوف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن تطوير سوق العمل والحفاظ على قدرته على مواكبة كافة المستجدات الاقتصادية بما يضمن إدارة السوق بدرجة عالية من المرونة والعدالة والاستقرار من الأولويات التي نحرص على تحقيقها مضيحة أن الحملات التفتيشية المكثفة أسفرت عن تحرير 1135 مخالفة جنائية أحيلت إلى النيابة العامة